مصرحية سياسية فاشلة حاول النظام بشار الأسد الترويج لها في محاولة للمراوغة مع المجتمع الدولي عبر تقديم نفسه كرئيس منتخب ينبغي على العالم التعامل معه غير أن هذه المحاولة استضمت برفض داخلي ودولي أجبر النظام السوري على مراجعة خططه والحديث عن تأجيل موعدها الذي كان مقررا له منتصف العام الجاري متذرعا في ذلك بتفشي فيروس كورونا في البلاد حديث التأجيل جاء على لسان سفير النظام لدى روسيا وهو أمر بلا شك يشي بما يدور داخل محور التحالف الداعم لنظام الأسد إذ أن الجولة الخليجية الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لم تثمر عن النتائج المرجوة منها بشأن إعادة النظام للحاضنة العربية حيث ربطت الدوحة والرياض هذا الطرح بإنجاز التسوية السياسية التي ستكون المعارضة السورية جزءا منها ولعل إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضها رسميا للانتخابات في سوريا وما تبعه من موقف أوروبي يتطابق مع ذلك هو ما جعل النظام مع حلفائه الروس يعيدون الحسابات في تحديد موعد إجرائها بهدف كسب مزيد من الوقت والمراوغة في الأروقة الدولية لإحداث فجوة يمكنهم من خلالها تمرير الانتخابات ولو في وقت لاحق ومع فشل نظام الأسد في إدارة الجزء الخاضع لسيطرته من سوريا وعجزه عن وقف الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالمواطنين السوريين ومع واقع أن هؤلاء المواطنين سيكون أكثرهم ضد النظام انتخابية فإنه يتذرع بتفشي وباء كورونا لتأجيل الانتخابات والتهرب من حقيقة أن أكثر الداخل السوري والمجتمع الدولي ينفضون أي حل لا يتضمن تمكين كل السوريين من المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم الذي دمره نظام الأسد وحلفائه موسيقى